يا مسائل هنا وحشتوني جدا النهاردة سابع يوم رمضان يعني عدى أسبوع عملنا فيه كل المحاشي والمحمر والمشمر وعزمنا وتعزمنا أسبوع تعبنا وتبهدنا في المطبخ إن شاء الله هنبدأ من الأسبوع التاني أكلات خفيفة وتكون موفرة وحبيبة قلبي الموظفة اللي بترجع قبل الفطار بساعة هنعمل لها بيتزة خفيفة كده نلم فيها كل بواق الأسبوع اللي فات إزاي بقى؟ هقولك إزاي عملنا مثلا لحمة مفرومة وبقى شوية مننا هنحطوهم في كيس ونشلهم في الفريزر اتبقى مننا شوية جبن عايزين هينشافوا هنبشرهم قبل ما نشلهم ونحطوهم في كيس ونشلهم في الفريزر بقى مننا حتتين بني هتقولي لي هنشلهم إزاي هنعمل حاجة اسمها إعادة تدوير يعني إيه إعادة تدوير؟ يعني هتخليها تنفع لأكلة تانية زي ممكن نشيل عليها ونقوم قطعينها حتت كده زي سلايز ونقوم حطينهم في كيس تاني ونشلهم في الفريزر طب تمام الحشو ده كله بتاعنا احنا صح؟ طيب هنعمل إيه؟ الطماطم والفلفل والبصل كل ده عندنا في البيت إزا تقول أكيد كل ده كل واحد عنده في البيت الحاجات دي الحشو بتاعنا احنا طب تمام هنعمل كل ده وزي ما احنا اتفقنا وفكرة برنامجنا إن كل ده وإحنا بنعلم مين أطفالنا الحلوين صح؟ طيب هنقول هيفضلوا وقفين معنا ونعلمهم وإحنا بنعمل البيتزة إيه المشكلة؟ لما توقف فيها جنبك وتقول لها البيتزة عاجنتها بدل ما نجيب جزة جهزة وتبقى مكلفة لأ خلينا نعمل البيتزة في البيت وتبقى هتعمل بيتزة كتير هنعمل كذا نوع هنعمل كذا صمت والحلو فيها بقى إن انت هتعملها بإيبك طيب إزاي؟ هنوقفهم جنبينا صغيرين كبار هيقفوا جنبينا وحنعلمهم ومش بس كده الولاد إحنا ليه نسيين الولاد ليس بينهم قاعدين ومريحين فخنا طيب الولاد هيعملوا إيه نرهان؟ المشكلة لما نجلبهم مثلا بزور بزور خضروات ونعلمهم يعني مثلا زي جرجير أنا مثلا زرع جرجير في البيت عملت كده جبت الجرجير البزور لو قصريت زرع أي حاجة ينفع أن انت ممكن تزرع فيها إن ده فيه ناس بتقص الأزايز وبتحط فيها الطينة والبزور وبتزرع علميه إنه يزرع علميه يشيل مسئولية مسئولية إنه يسحى كل يوم يسق الزرع ويشيل مسئولية حاجة هو المسئول عنها ده إحساس بالمسئولية طيب هنوريكم مثلا البزور وهي بتكبر أهو معنا على الشاشة عندنا البزور حطناها وبقينا نزقيها كل يوم لحد بصوا دي كزبرة وجرجير بصوا الجرجير أهو على فكرة ده إحنا واكلين منه يعني أطفاء واكلين بص الجرجير وهو بيكبر على فكرة إحساس فاضيع إنك حاجة تكبر قدام عينك دي بيستمتعوا بيها جدا طيب إيه المشكلة لما أعلمه حاجة تانية في البيت يعني مثلا بدل ما كل حاجة تبوص في البيت طيب أعلمه إنه هو يحاول يصلحها ما يريحش نفوكه لازم يشيل مسئولية لازم تحسسيه إنه أنت راجل مش عشان هو لسه صغير تقول له لأ أنت لسه صغير مفيش كده إحنا اللي بنبوز أولادنا ليه هقول لك حاجة لو الأم علمته إنه مفيش كلمة معرفش صدقيني مهما حصل هيحاول وحيفكر لما تقول له أنت اللي بيعمل كل ده مش أحسن منك ومعندوش مخ أحسن من مخك أنت بتعرف تفكر زيه بتعرف تعمل زيه حفزيه خليه هو اللي يقف كم مننا أم عندها أولاد رجالة كبار وبيبقوا قاعدين لغاية 20 سنة مش لقين شغل 30 سنة مش لقين شغل ليه خلاص أخدوا شهادات وقاعدين مستنين وظيفة تبقى على مزاجهم طب إيه المشكلة لما يتعلم أي مهنة على فكرة مش عيب مش عيب إنك تصلح حاجة في بيتك ومش عيب إن أنت لما تكون عايز تبيض حيطة في بيتك إن أنت تجيب ده وتعمله لوحدك أنا ست بعمل ده وهو السور الجاردن مثلا عندك جاردن عندك أي حيطة مثلا في قوضة قطو لو قطو بيضة خليه بيضها أنت هتجيبي جالون واحد وقال حاجة وقال التكاليف والألوان هتعود تدربيها قدامه أنا كل ده عملته عملت الغاية لما بصي يعني حاجة تخليها مثلا شكلها لسه مبهدل أو مستهلكة تخليه يبيضها والنجاح اللي حيوصل لي إنه هو يشوفها حاجة حلوة في النهاية هو ده إحساس اللي هيحسه لما يعمل ده هيتعود على ده هيجبر يبقى راجل عنده مسئولية بيشيل مسئولية نفسه وبيشيل مسئولية بيته وما يستناش لما يلاقي وظيفة وينزل يشتغل مش عيب العيب إن انت تبقى راجل قاعد في البيت ما بتشتغلش طيب إحنا الفكرة بتاعتنا قيمة على كده صح طيب إحنا من دلوقتي نبتدي نعود ولادنا صح يعني نبتدي نزرع ده جواهم وبدل ما بنمسك التليفونات والسوشيال ميديا في حاجات مش مفيدة لا خلينا نروح للمفيد زي إيه زي إن انت تخش تشوف حاجات مثلا حرفية بتتصلح حاجات إزاي بتزرع إزاي بتحول مكان من مكان وحش جدا لمكان حلو جدا كل الكلام ده عايزين نعمله نعلمه لولدنا وعايزين نبدأ معاكم أنا نفسي كل طفل يبقى بيعرف يعمل كل حاجة وعنده شغف لكل حاجة وكل أم تزرع فيه كل ده نفسي كل أطفالنا يعملوا حاجة مفيدة زي بره بره ما بيحتاجوش كده ما بيحتاجوش إن أي حاجة تحصل في البيت يقوموا بعتين حد يجيبها يصلحها شغليه مسئولية وليه لما يجي حد يصلح حاجة أوه في جنبه خليك راجل خلي بالك من إخواتك يبقى إحنا معنا البنت في المطبخ ومعنا الولد بيعمل حاجات تانية وبيساعد برضه ومش عيب يدخل مطبخ على فكرة مش عيب العيب إن إحنا نبوص خليني بقى ناخد فصل علشان معنا بنتين أمراض حنروح فصل وحنرجع لكم تاني موسيقى اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 لازم نشجحهم كده شجعوهم علشان برضو يحسوا بان هما يعني مش كده يعني لأ شجعوهم عشان ينبسطوا ماشي الأمارات بعد ما بنعمل وبدل طبعا ما نجيب البيتزاية برا بتبقى أسعار عالية جدا وبيتزاية واحدة ما بتكفيش كل اللي في البيت وضوب بتبقى ما بتلحقش تشبع لأ احنا ممكن نعمل بكيس دي ايه نعمل 3-4 بتزاية وممكن كمان تعملي بتزاية كل واحدة صغيرة على قد على قد مثلا طفل يعني تعملي كل واحد كده واحدة صغيرة حلوة كده لو رايح مدرسة لو كده تحطيهم كلهم في علبة وفي أي وقت جعان يأكل الجعان منهم في أي وقت يأكل تمام طيب احنا هنا حطينا معلقة سكر وحطينا الخميرة ومية دافية حنسيبهم طبعا يدفعلوا وإحنا نعمل ايه الطبق الكبير بقى فين حنسيبها هي على فكرة بتفور فناخد بالنا من ده قوي طيب ممكن نخلي دي جنبك هنا طيب هنقول ايه بقى الطبق الكبير فين ممكن يا للي أيوة دا طيب مش مشكلة أنا ممكن أستخدم بتاع العجان كده كده إحنا ايه هنحط فيه طيب هنقول دولة التلات كبيات دي إحنا عملينهم جهزين وبنعمل إيه تاني يا للي لا يا ريلي اللي بقى تقوليلي هنعمل إيه تاني لا عالي صوتك إحنا مستمعين عالي صوتك قولي أنت يا كارمة لو شطر حط بيكين بقدر شوية ملح يا خربي يا نيس شوية ملح طب ليه ليه بنحط ملح صندية عن النبي قال لا عالي صوتنا أنا مستمع بنحط ملح ليه صند عن النبي عليا فضل الصلاة والسلام شطرة يا للي إحنا بنحط رشة ملح علشان أي مغبوزات لازم نحط لها إيه نحط لها رشة ملح عشان صند عن النبي عليا فضل الصلاة والسلام ماشي بعد ما حطينا البيكين بودر معلقتين كده حلوين تمام طيب هنحط إيه تاني يا للي رشة الملح فين ممكن الطبق وهاتيلي الملح معاك بقيا يا للي الملح كين 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 اهو اهو انا هجيبه انا على الشي احنا حطين هنا ملح لا مش حطين طيب هنحتاج الملح هنا بيكين بودر انا خدت بيكين بودر خلاص جاهزة كده تمام هناخد رشة الملحة هي اللي بناخدها حاجة كده يعني تمام هناخد ايه تاني مين فاكر يفكرني شوية زعتر حلوين تمام هناخد شوية روزماري في العجينة برضو بيبقى حلو جدا صح لا عن مستمع صح يا كرما رفع عليك يا كراميلا انا حاسة ان انت اللي هتمصفين يا كراميلا طيب خلصنا كده دي بصوا شايفين معايا هنا دي بتفور ازاي بتبتدي تفور اهي وتعلى طيب تمام هنحتاج بقى العجان ممكن يا ليلي اجي هنا مكانك مرسي يا ليلي يا امر ممكن تاخدي ده جنبك والطبقة ده خلاص مش محتاجينه تدري تشيليه طيب اه خليني ابقى هنا معاكم ليه علشان العجان كده كويس ظاهر قدامكم حلوة جدا طيب احنا هنحتاج زيت للعجن كده كويس ولا طيب حلو اه الكهربا وصلة وكل وصل هنحتاج بقى نحط ايه بصة هيبتدي تفور اهي لو الكاميرا تيجي عليها ابتدي تفور اهي الكاميرا ما بتجيش ايوه اهي تمام شايفين المياة دافية مع السكر مع الخميرة بتتفعل فبتبتدي تفور وده طبعا نازم يحصل ليه علشان العجينة تخمر طيب احنا هنحط هنا كل الخميرة مع المياة اللي احنا عملناهم تمام وحنبتدي نشغل اه عايز اقولك لو ما عنديكيش عجان ما فيش اي مشكلة عادي تقدري تعجيني بايدك ما توقفيش يعني ما توقفيش الموضوع علشان خاطر ان ما فيش عجان لا اعجيني بايدك سهل جدا وهيطلع النتيجة واحدة هي العجن ما بياخدش اكتر من من ديقتين تعجينيها وتلميها بالزيت وبعدين بتخطيها يجي نص ساعة بتخمر وبتطلع ممتازة وبتعملي بها بقى كميات احنا كده ايه احنا محتاجين بيجي تاني ممكن في طبق ما عليش احنا بنتعبكوا كده معانا بصي بقى كده تبتدي نعلي وبعدين ممكن نشيلها من هنا خالط كده دي اهي و كده معانا المقاديرة هي موجودة على الشاشة تمام تمام نشيل دي اهي المقاديرة هي كلها مقادير العجينة ثابتة الحشو بتاعنا زي ما احنا فاهمين ومتقبها الصلصة في ايهنا الصلصة بتاعة البيت دا طيب ممكن نحتاج مية تاني احط يا ليلي شوية مية وبيجري اللي دا هنحتاج تاني طبعا احنا بنعمل دا نكون محضرين حاجتنا لنخلص العجينة على منسبها تكون حضرتي اللي انت بتعملين مية دي مزبوطة هنحضر مية للعجمة علشان تلمي بيها عجنتك تمام والزيت طبعا مش حننساها عادي كل دي بتحصل عادي يعني اهو تلمي بايديك انت اهو انت تقداري تتحكمي دا عالجان صغير بسيط كده تقداري ايه طبعا كده ايها كده اهو بصي بقى العجينة ايه هنحط بقى شوية زيت اهو عادي عادي ايه دا بيحصل يعني ما نقلقش خالص ليه لان العجينة وتبقى خلاص وصلنا بقى للقوام اللي احنا محتاجينه بصي كده هنبتدي بقى ايه خلاص كده نطلحها ونلمها نلمها بايديك كده وشوية زيت وتحطيها في طبق وتسيبيها اهو نص ساعة خليني اقفل اهو اهو بتلميها بايديك كده ما فيش قدنى مشكلة تمام وبتاخدي بس شوية دقيق كده اهو وبتعملي ايه شايفيني هاتي يا ليلي الطبق بتاع الدقيق طب هاتيلي طبق ممكن من تحت هاتي الطبق ده ماشي حلو قابل وممكن الستريتش من عندك من تحت اللي بنلمي بيه اللي بنعمل بيه هنحط هنا شايفيني هنحط هنا شوية زيت اهو شوية زيت ليه في الطبق علشان نلمي بيه العجينة علشان ما تلزقش وتاخد راحتها في ايه وكده خلاص نكون سايبينها وتكملي بيدك عادي جدا تمام اهو انا بس بلن مهلكو بلقيت كده مفيش مشكلة عادي يا ليلي مده تمام كده نبص هنا اهو كده ايه 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 تمام احنا طبعا هنا بنعملها ايه بنعملها بالستريتش نقفلها وبنسيبها تخمر نص ساعة اهو بص العجينة حلوة معاك ازاي جميلة بصي ونعمة وزي الامر اهو اهو علشان بقى لما نقفل عليها بالستريتش هتلاقيها معاك تكبر كده وتعلى وتنفش وتبقى عجينة جميلة وخمرانة طيب احنا طبعا عشان وقت البرنامج عاملين عجينة تانية هنطلحها وهنبتدي نشتغل علشان ايه نلحق نجهز ايه طيب احنا هنا تلاقينا تلاقينا بل ايه تلاقينا بعد ما خمرت اسرع من كده ما فيش طيب ايه اللي في ايديك ده يا قمر انزلي انزلي عد طب اطلع واحدة فيكو تطلع ده بتاع مين بتاع كرمة اطلع طب يا كرمة عامو يعملولك يلا يلا يا قمر بص بقى احنا مش محتاجين دا يا ليلي ماشي ولا كوباية المياه دي خليها كده احنا كل اللي محتاجينه دلوقتي ايه اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو الصواني بنشيل لقى عشان هنعجن هنا ماشي ممكن تجيبي اسمه ايضا اللي بنعجن بيه امر امر فيدي مناديل اه اهم حاجة بقى كل دا وهم واقفين جنبنا في المطبخ ليه علميهم وانت بتعلميهم هيحبوا المطبخ وهينبستوا اديهم حتة عجينة خليهم يعملوا هنما بيديهم اديهم العجينة اقول لهم انت اللي هتعملي البتزة بتاعتك البتزة د이 بتاعتك انت انت اللي هتعمليها وانت اللي هتاكليها اه شوف يبقى ايه اللي انت هتحطيه عليها هتخليه ممكن دقيق يا امر اه اللي هتحطيه هتخليه اه الطعم اللي انت بتحبيه بتفضليه طيب اول حاجة بنحط ايه ممكن نتوعي امر هنحط الدقيق كده طيب هنعمل هنا هوا ماشي هنبدأ ندهن دي كده وناخد العجينة الحلوة بتاعتنا الخمرانة القمر دي شيري دي يا ليلي ماشي بص العجينة حلوة ازاي وخمرانة ماشي معانا وفاء فضل يا وفاء وفاء السلام عليكم كل سلام انت طيبة وانت طيبة يا حبيبتي عملة ايه رمضان كريم الحمد لله كمان اخبارك ايه الحمد لله كمان والله انت منين يا وفاء انت عايزة نعم منين يا حبيبتي من اسوان احلى ناس في الدنيا اسوان والنوبة ربنا يا خليك يا رب كل سنة وانت طيبة حد وانت عايزة طريقة عمل كنافة الصوابع بس مش عايزها يعني يعني متكونش محشية تكون على كده يعني الكنافة الصوابع اه وطريقة عمل الزلابية طب هنزلك بيهم على الشاشة وهعملها لكم في مرة كده ان شاء الله بس ممكن تقول على الطريقة بتاعتها دلوقت يا حالا يا قلبي تسلميلي يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة مش شكرا مش حبيبتي هنزل الطريقة على الشاشة حتى لو ما نزلتش ممكن على الصفحة بتاعت البرنامج انا هنزل بتاعت البرنامج هنزل عليها كل على البيتج بتاعتنا هنزل عليها كل الوصفات وكل حاجة لو ملحقناش يعني انت عارفين وقت البرنامج ما بنلحقش فاحنا خلينا نقسم البيتزا لتلت قطع كده ماشي هنزل كل حاجة على الشاشة الصفحة بتاعت الفيس والتيك توك والانستجرام وكل حاجة تمام هنعمل ايه هونتو ليه ما تعملوش معايا انا محتاجة الصلصة ضروري بتاعت البيتزا طيب خليني بقى ايه احنا طبعا قلتلكم ان الصلصة بتتعمل ممكن نعملها على النار خلينا نعمل البيتزا الاول كده اهو ميادة الو ايوا السلام عليكم وعليكم السلام ازاك يا ميادة كل سلام طيب يا ميادة وان طيب يا حبيبيت قلب ميادة بتكلمين يا منين يا ميادة ماللقصر والله النهاردة اللقصر مرحبة بيا يعني بص اللقصر نهاردة حبيبيت ازاك يا ميادة حبيبتي اتفضل يا ميادة لو سمحت يا شيف انا عندي طمر هندي اللي هو بزرو اه طمر هندي اللي هو ايه طمر الهندي اللي هو بزرو اللي هو قبل ما اللي هو بيتبالي شوية كده وبعد كده بتبتدي بعد تاخدي المية بتاعته وتبتدي تحليها وتعمليها صح؟ ولا هو لسه عايز الطحن؟ هو معجون في بعضه كده شفت احس ان هو معجون في بعضه كده اه 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 هو ده ما بتعملش ده جاهز المعجون ده جاهز بتحط عليه المية او التلج والسكر اللي انت عايزاه وبتضربه في الخلاط وبتحطيه على الشرب على طول ده كده جاهز هو عارف حضرتك العجوة بكاعة البلح؟ اه هو عامل زي العجوة كده ايه 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 انا عارفاه انا بستخدمه على طول على فكرة ده جميل جدا ده جاهز جدا انت كده بتحطي في الخلاط مع التلج تمام والمية السقعة لو ما فيش تلج تمام وتحطيه في الخلاط مع السكر وبتضربه في الخلاط كده وهو بيبقى جاهز ما مش بيتعمله حاجة انا بحسب لسه عايز يتعمل وبعد كده صفيه بعد الخلاط؟ اه بتضربه في الخلاط مع السكر وتبتدي بقى بتجهزيه كده هو بيبقى ما فيش حاجة يعني هو كده جاهز على السكر بتاعك بس احتياجك وبتشرب بقى كده عادي على طول معي معي طيب خلاص كده احنا عملنا البتزيه العجينة حطيناها تمام اهو ملينا بيها الصانية صح يا ليلي طيب بنعمل ايه بعد كده يا ليلي؟ بتستيل منتي مني ده تبتدي تحط فيه اه السلسة السلسة الجميلة وبعدين بنعمل ايه؟ بنحط بقى نزوق هنكمل دي كمان وعشان نحط كله طيب خلينا تعمليها كده وتكبريها كده صح ولا ايه؟ ايمان معانا عالتليفون ايمان تفضل يا ايمان ازايك يا سيخ عامل ايه؟ كل سنة انت طيبة وانت طيبة يا قلبي رمضان كريم حببتي حببتي يا ربي خليكي قولي لي يا ايمان بسلم عليك على كل حاجة حبيبي تسأل بتسلميلي قولي لي يا ايمان بتكلمينا منين؟ من اسماعليا احسن نايس من اسماعليا والله 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 مبسوطة التلفونات دي اللي بيجيلي دي من الناس يعني انا مبسط يعني قولي لي ايمان عايزة تسأليني على ايه؟ توب الحطة قاطع يا ايمان حاولي معانا تاني احنا كده حطينا هاو ثانية بمبسطي ما فيش ثواني انت بتجهزيهم العجينة وبعدين بنبدأ نعمل العجينة كده وانجهزها ليه ان احنا نطلع طيب هنبدأ بدي كمان نعجنها ممكن توعي كده يا امر اوقف كده ما تسنتش ايوة علشان بس ايه هتتبهدلي طيب احنا كده بنبتدي نعجن تاني اهو لقينا طيب تمام هنحط في طبق معانا مية على التليفون يا مية وعليكم السلام ازاي حضرتك ممكن اكلم باستاذا نورهان اه يا روح قلبي انا معاك ازاي حضرتك عملي الحمد لله يا جميل الحمد لله كلسان طيبة مية وحضرتك طيبة ممكن تقولنا ضرورة الكبسة اللي عاملة زي البرياني دي الكبسة عيني حاضر حالا انا اقولك تحاجة تانية بتسألي على حاجة تانية حبيبتي الحمام المحك فيك لو زمعت والحمام المحش فريك حاضر حاقولك على كل حاجة دلوقتي سوكرا لحضرتك يا سوزانورهان سي روح قلبي وبتلوفي لحضرتك يا رب يخليك يا حبيبتي اسلاميلي يا رب تقلبي سوكرا تشكري قوي طيب انا هنزل لكم بكل الوصفات دي بس تخليني اقول لكم الاول البيت زي انا خلاصة هوت ممكن قطع يا ليلي تشوفيها هناك تحت كده البيت زي دي بقى انا هعملها حاجة مختلفة زي ايه مثلا طيب هقولك هعملها ايه احنا هنحط هنحط هنحشيها أطرافها كلها سوسيس ازاي نورهان هقولك ازاي جميل هنعمل هنا شايفيني السلسة ممكن بقى يا ليلي وانتي بتدهيني كده لو في فرشة اه ممكن الفرشة دي السلسة انا قلتلكو طرقتها صح ممكن السوسيس الامر دا ايوه بصي بقى هو انت مش هتقولي لنا انتي جاية بتعملي معانا ايه السوسيس الامر اهو الدهيني دي يا لولو وانتي يا كراميلا هتعملي معايا ايه لا اقولي لتكلمي معايا انتي جاية تعملي معايا الاكل ولا لا طيب مش توري الناس ان انتي بتعرف تطبخي وشطورة يلا رسيلي بقى وريني كده هترس ازاي خذي ممكن نحط كده كل واحدة شطورة ايوه بسرعة يا امر لازم نبقى السريعين جدا جدا خلينا ندخل المطبخ نبقاش كده بطاق لا نبقى بسرعة كده نخلص عشان نخلص كل بس خلاص كده تمام هنحط هنا في الاطراف ايه بقى بصوا جبنا الامر ليه علشان تبقى زي بتاعة برا كده اللي هي اللي الولاد بيحبوها وبتدفع قد كده علشانها خلينا نعملها لهم وعلى فكرة بقى قل التكاليف انا قلتلك اي حاجة بتبقى حلوة وبتتاكل وبتكفي وحاجة انت ضمنها عاملها في البيت وما تاخدش اي وقت اهو شطورة يا كراميلا بصواب عصتغنونا دي وليلي ليلي الامر عملت ايه وليلي هي طبعا انا نزلتلكم الصلصة بتاعة البصي فيه بيتعمل جاهز بيتباع جاهز زي الصلصة كده تمام معانا مين ماشي معانا احمد تفضل يا احمد وعليكم السلام منورة الشاشة يا ستة الكل يا رب يخليك تسلم الحق البتزا الحلوة اللي حطيتك عاملها دي والله يا اقل حاجة عاملها مش هنفتر في البيت بقى ننزل عندي محلات البتزا نفتر فيها بجد اه والله ما شاء الله عليك اقل حاجة عندي والله يا ابو حليد عايزين بقى حلقة كده تعملها عن الكريب الحلويات حلقة للحلويات انا بفكر فعلا لسه بقول شطورة يا كرما لسه بقول لسه عايزة اعمل حلقة للحلويات فعلا لاني مطلوب انا مبلحقش الساعة فعلا مبلحقش الحلويات بدل ما بننزل نجيب حلقة عايزين نعلم مراتي في البيت نفسه عايزة تعمل كنافة بالقشطة على طول كل ما تعملها تعملها بي سهلة جدا بنا لسه كنت عاملها الحلقة اللي فاتت شطورة يا كرما لسه كنت عاملها بس هنزلها لك تاني هي سهلة جدا وقل لي يا احمد ايه رأيك في اطفالنا ان هما لازم يتعلموا في سنة بدل لا زي العسل طبعا والله عندي ولادي في البيت هم ولاد صبيون بس بيقفوا معمومتهم في المطبخ مش عيب والله معيب الفكر اللي احنا بنقوله ده ان ده ولد وده راجل غلط احنا بنبوز الرجالة على فكرة بي його ماللازم حتى لما يجور ويتجاوز معظم الامشفات العالميين كلهم اصلا بيبهوا رجالة مثلا وانت حضرتك ما شاء الله شكلك يعني اكلك حلو تسلم ايدك عن عبتك عالتك عملك بس لازم تعملين لنا حلقة عن الحلوات كلها زيدة عشان بردك الصبت اللي لسه بتبقى متجوزة عايبة ت عرف تعمل الحاجات ده يا رب يخليك يا رب يا خليك يا عمد وان شاء الله انا هعمل ده فعلا ويعني هزبط حلقة للحلو بس ماشي ماشي شكرا ومتشكرة قوي يا احمد وميرسي وتابعني يا احمد ان شاء الله وهنزل البجات بتاعتي كلها وبتاعة البرنامج علشان اي اسئلة لأي حد يخش على صفحة البرنامج ويسأل براحته اللي هو عايزه وانا هرد برضه يعني هرد في البرنامج تمام طيب احنا خلصنا كده وحنبدأ بالتسوية هتأكد ان الفرن شغال وصخ ليه علشان ادخل ادخل بسرعة ممكن يا للي بعد اذنك اخد الحاجات دي جنبي هنا طيب تمام هنشيل دي مش محتاجينها خليها لا لا هتضيعي لي الشغل كده ممكن خلينا الاسكرت عشان انا ابقى جاهزة شطورة يا كراميلا بصوا بقى البنات بيساعدوا ازاي شفت لما بتشايلهم المسئولية بيبقوا قدها ممكن يا للي تجيب لي الاطباق دي امر طيب هتلي الاطباق اللي برا دي كلها يا للي خلاص احنا كده بقى هنبتدي نزوق اكلنا الجميل احنا مش محتاجين دي خلاص ادهنيلي دي بقى بسرعة للي علشان اخلص دي واخد دي اهو احنا بنعمل كده اهو يلا تسلم ايدك يا حبيبة قلبي ماشي خلينا نبدأ في دي نزوقها اوكي خلينا نبدأ في دي نزوقها يلا هنقول ايه هنحط ايه الاول مثلا دي هنعملها بالتونة ماشي هناخد التونة اهي بتاعة التونة دي الجميلة دي اول حاجة اهي نبتدي نوزع كده التونة اهي صح يا كرمة اهي علب التونة في البيت ممكن تتصحروا بيها تتعاشوا بيها انا عارفة ان انتو زهقتوا من المحاشي والاكلات التقيلة محتاجين بقى الاكلات بتاعت برا اللي الولاد بيبقوا عايزين يخرجوا يأكلوها في الشارع طب ما نعملها يعني ايه المشكلة لما نعملها نخليهم هم بدل ما يأكلوا في الشارع لا يا مامي تعالي يعمليلي بتزايا احساسك اصلا وانت بيقولولك الله يا مامي تسلم ايدك البتزا اللي انت عاملها دي فضيعة تخيالي احساسك ايه اهو احنا فرشنا هو التونة وزبطناها طيب هنحط ايه مع التونة بصل وفلفل اهو اساسي حطي يا امر اللي انت عايزه وهنحط طماطم حطي كمان بيدك الرقيقة ديت لا اتقطر ايوا كده شطورة بس عشان ما يبقاش كتير قوي يلا بنا بقى على الطماطم بص كده الطماطم اهو خلي جنبي هنا تسلم يا امر بصي اهو مش كله في حتة واحدة بقى وزعي كده اهو بصي على فكرة اهو طيب الفلفل الالوان اهو كل ده بتاعك الحشو بتاعك انت بصي اهو اللي موجود عندك هتعمليه طيب هنحط ايه تاني هنحط زتون عندنا شوية زتون حلو اهو اخضر على سود اهو حاجات بسيطة هتحتاجيها نازلة بتشتري حاجات اعملي حساب البيتزا عشان هتعمليها في وسط الاسبوع اه حاجة تبقت منك في بواقي اكل هنعمل له قعدة تدوير وهيخش برضو في البيتزا اهو تيجي بالليل عايزين يتسحروا وزهقوا كفاية امر كفاية امر يا خير انت ناخد بقى بعد كده الموزاريلا اهو يلا اهو وزعي ايديك كده يا كراملة اهو خلصت يا ست البنات شطورة يا ست البنات دي يا ناس يا ناس يا ناس والله كده كتير ايوة اديهم حافز كده حافز 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 كده علشان ايه مايدخنوش منك ومن المطبخ لازم كده انت عادي تقول لهم كده حاجات حلوة الكلام ده بيزبط الكلام معهم قوي على فكرة بيطلعوا احسن ما عندهم دايما ودايما انت لقيهم بيتكلموا وعايزين يطبخوا ويخشوا معاكي ويساعدوكي المضمون ايه في كل الكلام ده ان انت تطلعي امهات شطرة يعتمد عليهم ستات بيوت ان شاء الله مش بقى انا كده ان انا بقول سيبوا بقى المدرسة وسيبوا الدراسة وعودوا بقى تعلموا الطبخ خالص كل اللي انا قلته ده ده هيبقى في الاجازة بس لكن طول ما احنا في الدراسة احنا بندرس وبنذاكر وبنخلي بالنا من مستقبلنا ده اول حاجة تاني حاجة احنا بعد كده بقى بنتعلم في البيت تمام احنا كده خلصنا يا كرمة احنا هنا في ميكس جبن ممكن برضو ايه نزود اهو يعني ده موزاريلا وميكس جبن تمام هندخل بقى كده الفرن اهو خلاص هدخلها الفرن هي كده خلاص جهزت على فكرة ما فياش حاجة خالص عايز ايه روحي لا احنا هندخلها الفرن الليلي ايه بصوا بقى كده على اللصانية قبل ما ادخلها شايفينها كده حل كده تمام اهو حلوه دخلين بقى احنا الفرن اهو بسم الله بسم الله الاول تمام الحلو ده احنا حشينه ايه الامر ده احنا حشينه سوسيس سانية واحدة يا جميلة الجاملات مشي احنا حشين سوسيس في الاطراف دي فاحنا هنعملها ايه اهو هنحط فيها سجوء برضو قطع مش كتير يا كارما ووزعي ماشي بس ليلي يا امر نا مش هتجي تزوائي معانا لا جاي طب زوائينا انت دي بقى على زوءك يلا كارما خدت كل السوسيس معلشي احنا عملنا التونة بقى معلشي كارما مش كتير كده يا روحي علشان لسه في سلامي ولسه في رومي يعني نجهز كده بصي اهو خلينا نحط مثلا واحدة هنا واحدة هنا سلامي وتونة وزعيهم كده كويس ليه علشان يبقى شكله كده حتى وانت كفاية يا كراميلا مش بكتر يا روحي اهو كده حلو يا كارما مشي يلا بنا طيب خلينا عملي تاني يلا يلا هنزوق دي فيه اهو فيه اهو ده ده خدت مني طيب هنعمل ايه البصل اهو قلنا برضو نوزع البصل والفلفل اهو مشي ماشي صوان يا كارما قوي كده الزتون اهو احط شوية تونة يلا بنا هنعمل ايه تاني انتوا معي انا بس تغطي كده منكم شوية لاني عايزة ايه روحي الزتون لا مش هينفع تونة بقى على سجوع احنا عملنا واحدة تونة طيب هنبتدي نحط هنا الموزاريلا الموزاريلا تمام حاسبي يا كراميلا اهو دي خلاص كده جهزت وباقت تمام التمام هندخلها برضو الفرن تمام حاسبي يا كرما كرما انت بيتبهدلت داني وش كله بعد ايه طيب شايفيني شكلها عايز اقولكم شكلها لطيف قوي مشي خلينا مفوض الاطراف كده كنت بحط عليها سمسم حبة بركة طبعا بما اننا ما دهنهاش فممكن نكملها اهو علشان وقت البرنامج انا وقت البرنامج هو اللي حكمي انا نفسي قاعد معكو اكتر وقت تمام خليني اهو شايفينها شايفينها اهو هندخلها الفرن كده حال اهو حطينا فيها كل المكونات اللي احنا عايزينها وده شكلها قبل تمام هدخلها الفرن معاكم يلا بينا طيب مش هينفع دلوقتي خليها دلوقتي لما تطلع دين خليني اروح فاصل اروح فاصل وارجع لكم بتكون الصينية طلعت واوريكم البتو شكرا اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى ورجعنا لكم الفاصل ومعنا البيتزات اللي جاهزة اللي في الفرن واللي لسه هتدخل الفرن طبعا اهو البيتزة في واحدة هنطلحها من الفرن دي اللي بالتونة بسم الله تمام ممكن نحط دي مكانها اهو دي اللي بالتونة وده شكلها اهو دي اللي بالسوسيس وده اللي محشاها السوسيس بس هتدخل كان نفسي بصراحة قاعد لمعاد الفطار علشان اكل البيتزة الجميلة السخنة دي بس يلا بقى مش هنلحق خليني اقول الله يكون فعون كل ام تعبت وسهرت وصبرت الله يكون فعون كل ام شيلة هموم وحمول كتير كان نفسي بصراحة اطلع معاكم حلقة في عيد الام بس للاسف ملحقتش كنت محتاجة انا اتكلم معاكم اكتر واتكلم عن قد ايه الام بتتعب وقد ايه بتشيله بتستحمل وقد ايه الام هي عمود البيت الام اساس كل حاجة ولولاها ما كانش اي حد تاني يقدر يكمل اللي عايز اقوله اني علمي بناتك يبقى قد المسئولية وعلميهم يتحملوا اي صعاب في الدنيا علشان ما تضمنيش الدنيا فيها ايه والحياة هتقابلك ازاي او ايه اللي هيحصل خليهم يبقى قد اي حدا صعبة يقابلوها كان نفسي اتكلم معاكم اكتر من كده واكون معاكم واحكي معاكم براحتي بس ما فيش وقت ووقت البرنامج خلص كل سنة ونتوا طيبين وكان معايا ليلي وكارما وعملنا بيزة جميلة اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة